يعني دايماً من الأفكار اللي عندنا لما بنشوف أي أثر يعني كان للأجداد سواء من الحقبة الفرعونية أو الحقب التالية لها بنقول إن إحنا ما نقدرش دول كانوا الفرعنة دول كانوا حاجة وإحنا حاجة تانية هم كانوا طبعاً متقدمين في العلوم وفي الفنون وفي أشياء كثيرة جداً وإن فيه فارق كبير ما بين أجيالنا وهذه الأجيال السابقة من الأجداد الفرعنة ولكن ممكن ما تكونش المقولة دي صحيحة لحد كبير ممكن ما تكونش صحيحة يعني مثلاً بنشوف تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده العظيم في أبو سيمبل بتتعامد على وجه الملك الشمس بتعامد على وجه الملك يوم 21 أكتوبر ويوم 21 فبراير كل سنة ودايماً بنقول إن دي ظاهرة طبعاً فريدة والعالم كله السائحين من مختلف دول العالم بيجوا شوفوها ومحطات الدنيا كلها بتنقل الحدث دا يوم حدوث سواء في 21 فبراير أو 21 أكتوبر وإن إحنا لا يمكن نعمل هذا الأمر تقول خلاص دا كتحية كده وخلصت ولكن لما بنجي نلاقي أو نسمع عن ونشوف صورة من بهو المتحف المصري الكبير وتمثال رمسيس موجود فيه وبنلاقي إن فكرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس حصلت يوم 21 أكتوبر فده شيء ممكن ناس كتير تقول مش ممكن فبنقول لهم لا دا دا حصل داخل المتحف المصري الكبير وهيحصل كل سنة إن شاء الله داخل المتحف المصري الكبير زي ما حرقكم شايفين الشمس هتتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني 21 أكتوبر إن شاء الله 21 فبراير وده حدث أو إنجاز عمله أحد أحفاد الفرعنة هو تحديدا الأستاذ الدكتور أحمد عوض من كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر اللي معانا دلوقتي على الهوى وبن بريكلو وهو طبعا صاحب مقترح تطبيق تعامد الشمس على تمسار رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير الدكتور أحمد مساء الخير أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بيك يا دكتور أحمد أنا سعيد جدا بالتقديم الهيلة دي الله يخليك لا العفو ده إحنا اللي بنشكر حضرتك إن ذهنك يعني راح لده والعبقرية البصرية راحت لده إن ترجع تعيد تاني تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني هنا في المتحف المصري الكبير مش بس زي ما الأجداد عملوه في أبو سيمبل يعني فأرجوك أقول لنا ده حصل إزاي طيب خليني أبتدي أشرح الموضوع من البداية خالص البداية كانت من دراسات الماجستير والدكتوراه كدراسات أكاديمية بحيث إن هذه الدراسات الأكاديمية كانت تأخذتنا فيها في محاولة فهم فلسفة من العمارة المصرية القديمة سواء في المعابد أو المقابر أو يعني كافة العناصر المعمارية في حضارة مصر القديمة وكان الهدف من ده هو كيفية تطبيق الفلسفة دي في تصميم متاحف الأسار المصرية القديمة ده كان في مرحلة الماجستير مرحلة الدكتوراه هو التطبيق ده بشكل أوسع من خلال مفاهيم فلسفة الحضارة وإضافة مفردات جديدة للقوة النعمة للدولة فدي كانت الأساس أو دي الأرضية اللي ابتدت منها الفكرة تطلع بعد المناقشات الأكاديمية سواء في المجستير أو الدكتوراه كويس الفكرة هنا قائمة على إضافة مفردات جديدة للرسالة الحضارية للمتحف المصري الكبير بحيث أن هي تم تطبيقها بشكل يقدر منه أنه هو يزيد من إثقل القوة النعمة للدولة من خلال المتحف المصري آه طبعا يعني الأجنبي لما يجي يوم 21 أكتوبر أو نوفمبر ويشوف عفوا فبراير ويشوف تعامد الشمس على وجرمس تاني في المتحف هنا في الهرم في الجيزة فطبعا ده هيكون حدث فريق كأنه موجود في أبو سنبل يعني بالضبط أنا عايز أقول لحضرتك أن اللي كان أكثر من فكرة الوصول إلى رسالة الآخر الأجنبي هي الرسالة للمواطن المصري أنا شفت ردود الفعل على السوشيال ميديا بالنسبة بعدما الحدث تم الإعلان عنه على الصفحة الرسمية للمتحف المصري الكبير كانت ردود يعني هايلة جدا وتحسسك بالفخر وتحسسك بقدي إيه فعلا أن المتاحف هي عبارة عن يعني أهم آلية في آليات الثقافة في القرن الرحيم طيب دكتور أحمد ممكن المشاهد دلوقتي أنا آسف بس ممكن المشاهد يقول طيب دكتور أحمد يعني وصل للسر اللي الفرانة عملوه واللي مازال حتى الآن بيبهر العالم بتعامد الشمس مرتين على وجه رمس الثاني حرك وصلت إلى هذا السر وأصبح بالتالي ده أمر خلاص متاح وده هيحصل لا خلينا ما أقولش السر علشان ما أديش نفسي أكبر من حقي ولا حجمي خلينا أقول بشكل نوع من الحقيقة والتواضع العلمي إن إحنا الموضوع مركز في عملية حسابات حركة الشمس دي وعلاقتها بالوريينتيشن بتوجيه المحاور الرئيسية للمعابد وده كان بحث ليا اتناقش فيه 2015 في المؤتمر الدولي لكلية أصار جامعة القاهرة فكرة هل ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية ظاهرة حقيقية أو في صلب المفاهيم الحضرية لمصر القديمة وطبعا كانت النقطة إن هي بتثبت إن هي أصيلة في حضارة مصر القديمة إذن إحنا إن شاء الله في 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام ده هيحصل ويتكرر في المتحف المصر الكبير على تمسرم السيطاني مش كده؟ كل عام إن شاء الله إن شاء الله ألف مبروك إنجاز حضرتك وكل الفريق اللي مع حضرتك وطبعا إدارة المتحف المصري الكبير والحقيقة يعني كل يوم كل ما بنقرب من موعد الافتتاح يبدو إن فيه خبر جميل وخبر سعيد هيطلع ويبهرنا ويبهر العالم شكرا جزيلا دكتور أحمد عوض البحث بكلية الهندسة وصاحب طبعا هذا الاقتراح والتطبيق العظيم تعامد الشمس مرة تانية على وجه التمسال الملك رمسيس التاني في المتحف المصري الكبير مش بس فيه أبو سنبل